الرب يسوع ابتدأ يظهر للتلاميذ ظهر لمريم المجدلية اللي أخرج منها سبع شياطين وتعامل معها معاملة خاصة ونتيجة هذا اللقاء قالت ربوني وطبعا كان شيء من الكلام الذي ينم عن العبادة والسجود لشخص الرب يسوع المسيح ثم أيضا ظهر للمريمات اللي جاءوا حتى يضعوا الحنوط على جسد الرب يسوع المسيح وكان في ظهورات كثيرة ظهر لبطرس ظهر ليعقوب ظهر للتلاميذ مع دا تومة في العلية وظهر للتلاميذ مرة أخرى مع تومة واتعامل معاملة خاصة مع عدم إيمان تومة وطلب من تومة أن يضع إصبعوا لكن تومة قال ربي وإلهي فواضح أن هؤلاء التلاميذ هم من اليهود الذين لا يكفرون يعني حاشى هذا الكفر بالنسبة أنه تقول عن إنسان هو الله لو أنه لم يكن برهان واضح برهان عظيم أمان عيونهم لم يحتج وقت طويل فقال تومة ربي وإلهي وفي ظهورات أخرى أحباء ظهر لتلميذي عمواس على الطريق إلى عمواس وفتح طبعا عيونهم لأنه كانت العيون مغلقة ومظلمة مع أنهم سمعوا عن أخبار القيامة لكنهم راجعوا بفشل وبحزن والرب يسوع يعني عاتبهم يا غبيان القلوب فالرب من خلال مقابلته معهم تعامل معهم ورد لهم إيمانهم واعتبارهم وراجعوا من عمواس إلى أورشليم حتى يخبروا التلميذ وأيضا ظهورات مثل ظهور يسوع المسيح على بحيرة طبرية في إنجيل يحنى الإصحاح 21 وكان في معجزة معجزة صيد سمك وبالتحديد يقول الكتاب المقدس أنه استاده 153 سمك كبيرة هذه ليست المعجزة الأولى لأنه من ثلاث سنين ونص تقريبا كان في معجزة أخرى في بداية خدمة يسوع المسيح بحسب البشير لوقى الإصحاح الخامس وصادوا سفينتين عندما قال المسيح لبطرس أن يبعد إلى العمق ويلقي الشباك أجاب بطرس وقال له يا سيد قد تعبنا الليلة كله ولم نصطد شيئا ولكن على كلمتك ألقي الشبكة فاصطادوا وملأوا سفينتين وتركوا كل شيء وتبعوا يسوع المسيح أما المعجزة الصيد الثالثة هو عندما طلب الرب يسوع من بطرس أن يصطاد سمك وكان فيه عملة كان فيه نقود في فم السمك حتى يدفع ضريبة الهيكل وهكذا مشى على الماء وهدأ العواصف على بحير الطبرية وها الآن يرون الرب يسوع المقام وعندما سمع بطرس يحنى يقول هو الرب نزل في الماء وهو عريان والمرة الأولى عندما إصطاد سمك كثير قال له يا رب أخرج من سفينتي لأني رجل خاطئ وفي هذه المرة معجزة أخرى بعد القيامة بيصطاده 153 سمكة ولاحظ الرب ظهر لمريم حتى يعالج مشكلتها ويرد اعتبارها الرب ظهر لسمعان بطرس وأيضا تعامل مع بطرس الرسول معاملة خاصة على بحيرة الطبرية اتسأله في نفس الإصحاح 21 آية 15 من إنجيل يحنى يا سمعان بن يونة أتحبني أكثر من هؤلاء أجاب بطرس وقال يا رب أنت تعلم أني أحبك فالمسيح أحبائي جعل من فاشل بطرس سلم لكي يتسلق المجد وشجع إيمان بطرس وعز بطرس لأن بطرس أنكره ثلاث مرات وسؤال المسيح أتحبني كان ثلاث مرات غفر له خطايا ورد اعتباره وعطاه التكريس الحقيقي التكريس الكامل ووضح الهدف لبطرس الرسول وقال له من الآن تصطادق ناس لكن المسيح طالب بالمحبة أولا المحبة التكريسية أن قلب بطرس يكون بالكامل ليسوع المسيح وأيضا أحبائي هالخدمة تأتي بعد هذا التكريس وبعد المحبة الشيء الطبيعي للمحبة لابد أن يتكرس الإنسان لخدمة الرب يسوع المسيح شكرا